فخليني أقول في الختام أحبائي أنه الله هو عاوز يعطينا مما عنده لأنه عندما تقترب وتتعرف أكتر على الرب كلما اقتربت كلما عرفت الرب أكتر كلما أدركت كلما فهمت أكتر كلما اتشبهت بيسوع المسيح ودايما عادة الإنسان يتشبه بالقائد هل القائد مثال إلي؟ طبعا كلنا جميعنا متفقون لا توجد شخصية في كل التاريخ أعظم من المسيح وطبعا تستطيع أن تقرأ العهد الجديد وتكتشف فالمسيح هو الكامل الوحيد اللي ما فيه أي خطيه بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء فبمن أتشبه بالشخصية اللي عاش حياة التسامح حياة الكمال حياة بدون خطيه لم يقتل لم يزني لم يتزوج طاهر كامل هذا هو يسوع المسيح اللي من نادي فيه ولكن برضو انت جاي أمام الرب مكتوب اتضعوا قدام الرب فيرفعكم لا تستطيع أن تأتي بك برياء ولا برياء ولا بأعمال صالحة ولا في بر ذاتي لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها نعم إن التقرب بيسوع أو إلى يسوع يجعلك أن تعمل أعمال يسوع أعمال الخير والرحمة وأعمال البر والقداسة والإيمان أعمال الصلاح أعمال التي تثمر وتزهر في حياتنا تعرفوا أن المسيح أنك تقترب هو بكل بساطة تقول له يا رب أنا عاوز التوب أنا عاوز أرجع لإلك سامحني على كل خطية أنا بدعوك اليوم حتى تكون مخلصة ورب على حياتي ارحمني يا رب وأقبلك كمخلص إذا صليت هذه الكلمات بحب أعرف منك لأنه منحب نساعدك روحيا حتى تنمو تتعرف أكثر على يسوع المسيح اقترب ليسوع فيقترب إليك ربي باركك اشتركوا في القناة